السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا وسهلا فيكم بترسة جديدة من دروس فقه الصيام خلصنا الدروس السابقة كلها يتخلصنا الصيام الواجب النوع الأول من أنواع الصيام اللي هو الصيام الواجب اللي حكينا فيه عن ثلاث أنواع الصيام الواجب صوم رمضان وصيام الكفارة والدرس السابق حكينا عن صيام النذر اليوم مع النوع الثاني من أنواع الصيام اللي هو الصيام المستحب الصيام المستحب الصوم المستحب هو نفسه النوافل أو التطوع صوم التطوع أو الصوم السني أو صيام مندوب كلهم بنفس المعنى الفرق بينه بين الصوم الواجب هو أن الصوم الواجب يؤجر فاعله ويستحق تاريخه العقاب يعني الصوم الواجب أنواع الصيام الواجب اللي حكينا عليها بالدروس السابقة كلها سواء صيام رمضان أو صيام الكفارة أو صيام النذر هذا كل يؤجر عليه فاعله يعني يلي بيعمله بيأخذ ثواب وبيأخذ أجره يلي ما بيعمله يستحق العقاب أما الصوم المستحب يلي بيعمله مثل الصوم أخير من قول 2 و5 يلي بيأخذ أجره يلي ما بيعمله لا يستحق العقاب ولكن يلام لأن الله قال فاستبقوا الخيرات أنواع الصيام المستحب عنها ثمان أنواع للصيام المستحب من أنواع من الصيام هي الصيام المستحب أو صيام النوافل أو صيام السنة إلى آخرين أول نوع صيام داود عليه السلام وهو أحب صيام النوافل إلى الله عز وجل حيث كان سيدنا داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوم صيام سيدنا داود عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما رواها البخاري المسلم إذن أول نوع من أنواع الصيام الصيام النوافل أو الصيام السنة هو صيام سيدنا داود عليه السلام صوم يوم وفتر يوم طيب النوع الثاني صيام شهر محرم قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم إذن صيام شهر محرم أول شهر بالسنة الهجرية بالنسبة لنوع الصيام أفضل الصيام وراء بالتحديد قبله أفضل بالنسبة لنوع الصيام أفضل نوع وأحبه لله هو صيام داود عليه السلام بعد صيام رمضان طبعا أما بالنسبة للوقت فأفضل وقت للصيام بالنسبة لله هو شهر محرم بالنسبة للوقت بالنسبة لكيفية الصيام أو نوعية الصيام أفضل نوع هو صيام سيدنا داود الصيام يوم وفتر يوم طبعا مقصود بالأحب الأفضل بعد رمضان اثنينتهم أول نوع من أنواع صيام التطوع هو صيام سيدنا داود وصيام يوم أفطار يوم وثاني نوع هو صيام شهر محرم ثالث يوم هو الأيام البيض الأيام البيض وهي أيام 13 و 14 و 15 من كل شهر قماري وليس من كل شهر شمسي كانون وهدوان المبارف إيش لا من كل شهر قماري للحجة والقادة ورجاب وشعبان ورمضان وإلى خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربع عشرة وخمس عشر رواه الترمذي والنساء وأحمد إذن صيام 13 و 14 و 15 من كل شهر قماري هو صيام سني صيام تطوع صيام وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام النوع الرابع هو صوم ثلاثة أيام من كل شهر هاي ما بتفرق بتصومها أيام ما بدك لكنه أفضل إنك تحطها ب 13 و 14 و 15 إذا ما أحسن 13 و 14 و 15 بتصوم ثلاثة أيام من أي أيام الشهر قماري هذا يجوز صيامها في أي وقت من الشهر في أي وقت من الشهر ويجوز أن ينويه مع تطوع آخر يتطوعه ويستحب جعلها في الأيام البيض عن أبي هرائع رضي الله عنه قال أوصاني خليلي عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر ركعتي الضحى وأن أتر قبل أن أنام وأن أتر قبل أن أنام يعني أن أصلي الوتر قبل أن أنام رواه البخاري ومسلم إذن هذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر النوع الخامس هو صوم الاثنين والخميس صوم الاثنين والخميس هما يوما ترفع فيهما الأعمال إلى الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس رواه النسائي قال عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه الترمذي والنسائي إذن صوم الاثنين والخميس أيضا هو النوع الخامس من صيام تطوع النوع السادس هو صيام يوم عرفي صيام يوم عرفي صيام يوم عرفي وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة التاسع من شهر ذي الحجة قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والباقية السنة الماضية والسنة الحالية رواه مسلم صيام يوم عرفي يوم عرفي يوم قبل عيد الأضحى طيب نروح على النوع السابع ما قبل الأخير صيام التسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة اللي هني قبل عرفي يعني من أول ما ببلش ذي الحجة أنك تصوم لحتى يجي العيد قال عليه الصلاة والسلام ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قالوا ولا الجهاد إلا رجل خرجه يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء إذن مقصود هون يخاطر بنفسه وماله في سبيل الله رواه الأخير ورد عن بعض الصحابة أنه كانوا يجعلون قضاء ما أفطروه بعذر في رمضان في هذه الأيام في هذه الأيام النوع الثامن عفوا هذا الثامن ما قبل أخير لأنه هنا تسعة قال عليه صوم ستة أيام من شوال صوم ستة أيام من شوال قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم والأرجح أن معنى الدهر هنا هو السنة طبعا وليس كل الأمر إذن صيام ستة أيام من شوال طيب هون في ملاحظتين الملاحظة الأولى الذي يريد أن يقضي ما أفطره بعذر في رمضان في شهر شوال فلا يجمع بين أيام القضاء والست أيام من شوال فكل واحدة مختلفة عن الأخرى يعني مرة حاضت في رمضان أفطرية خلينا نقول أسبوع طبعا في عذر هون إيش تبدا تقضي هالأيام هاي في شوال الشهر اللي بعد رمضان مباشرة يعني بعد العيد بلشت تصوم ما بتجمع بين الست أيام من شوال اللي نحن بنحكي هدوني سني أو نافلي أو تطوع وبين قضاء لا هي بتقضي هي بتقضي أو ما بتجمع بيناتهم لأنه هذا واجب القضاء واجب أما أما الست أيام من شوال فهي سني فما بجمع بيناتهم مطلوب سيام ست أيام من شوال لحالهم نيتهم يكون لحالة طيب الملاحظة الثاني الأولى والأفضل قضاء ما فاته بعذر في رمضان ثم سيام الست أيام من شوال يعني الأفضل إنك تقضي أول شيء الشيء اللي أفطرته بعذر في رمضان بعدين بتصوم الست أيام من شوال ليش؟ لأنه مثل ما حكينا هلق لأنه القضاء أوي واجب أما الست أيام من شوال فهي سني تمام؟ فرض يعني فهي سني لكن الأولى القضاء هي فرض ولكن إن صام ست أيام من شوال ثم قضاء فيما بعد فلا بأس لذلك إن شاء الله لكن الأفضل مثل ما هكينا الأولى أنه أو شيء تقضي أو شيء تقضي طيب النوع الأخير من أنواع الصيام التطوع هو صيام عاشوراء صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم وهو اليوم الذي نجى فيه الله سيدنا موسى عليه السلام من فرعون وقومه وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صومه فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم صيام عشرة محرم عشرة محرم لكن النبي عليه السلام لما أمر بصيامه لما أمر المسلمين بصيامه قالوا له يا رسول الله قالوا يا رسول الله أنه هذا اليوم بيعظموا اليهود فشو قال مشان يخالف اليهود قال فإذا جاء العام المقبل نصوم صمنا التاسع معهم التاسع والتاسع والعاشر مشان يخالف اليهود إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيام يوم التاسع مع العاشر مخالف اليهود إذن فالسني هون صارت لكن لما أجت السنة السنة البعدة لما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هيك لما أجت السنة البعدة كان النبي عليه الصلاة والسلام متوفي متوفى فالمطلوب هو صيام التسعة والعشرة من شهر محرم من شهر محرم لشان خالف اليهود سؤال عني هوني سؤال الأخير إذا كان الشخص صائما صيام تطوع فدعي إلى وليمة ماذا يفعل أنا صايم صيام سني ثانين وخميس عرفي يوم لاعش صيام داود صايم ست أيام من شوال صايم صيام تطوع ليس صيام واجب وحد دعاني على أكل فهل أنا ألبي هذه الدعوة لا قال عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي المقصود هون فليصلي فليدعي الصلاة هي الدعاء فليدعي لأهل الوليم هاي بالخير والبركة فليدعي لهم بالخير والبركة وما يفطر يعني تمام فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم رواه مسلم وعلى هذا فالأفضل والأولى أنه لا يفطر لا يفطر وإنما يدعو لأهل الوليمة بالبركة والرزق الحلال الأفضل أنه ما يفطر هذا بالنسبة لدرس اليوم إن شاء الله تعالى هذا بالنسبة لصيام التطوع إن شاء الله تعالى الدرس الجاي رح لنحكي عن الصيام المكروه يحميكم ربي ويحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر